هذا وقد أوضح رئيس حزب الحركة الوطنية رؤوف السيد أن مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات الهمة التي ترسق حالة السيقة وتبني جسورا من التواصل بين كافة أطراف المجتمع بما فيها طيارات المعارضة أطف رئيس حزب الحركة الوطنية أن قرار العفو الرئاسي عن زياد الاليمي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق وأن أشادت بها منظمات حقوق الإنسان خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا كبيرة ويتخذ قرارات محورية من شأنها تعزيز مفهوم حقوق الإنسان